موسيقى القيادة العسكرية في السودان تدخل على خط مفاوضات سد النهضة دعوة إلى مقاطعاتها في ظل متغيرات سياسية محلية وإقليمية متغيرات تمتد إلى الجانب الاقتصادي الذي يعاني على كافة الأصعدة أهلا بكم إلى برنامج الرابط بعد موقف رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق عبد الفتاح البرهان بشأن مقاطعة مفاوضات سد النهضة ما هي العوامل والدوافع التي تقود السودان إلى تصعيد موقفه في هذا التوقيت وهل التصعيد خطوة استباقية لفرض أجندة أو شروط تتعلق بأمن الطاقة والأمن المائي موسيقى في تطور مفاجئ أعلن السودان مقاطعته للمفاوضات الثلاثية إزاء سد النهضة موقف أيده رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان المنافع الاقتصادية عن السد على الخرطوم تشوبها مخاوف من تشغيله دون اتفاق ملزم لتبقى المصلحة الوطنية السودانية شرطاً للسناف المفاوضات سد النهضة يصل مجدداً إلى حائط صد عقب استناف المفاوضات الثلاثية المتعثرة منذ نحو عقد السودان يعلن مقاطعتها جنح الحكم الانتقالي في البلاد العسكري والمدني الذين فرقتهما ملفات عدة اجتمعا على مقاطعة المفاوضات مقاطعة هي الأولى من طرف الخرطوم في خضم الأسماء سببها المعلن هو البحث عن نهج بديل للمفاوضات بما يضمن الوصول إلى نتائج تخرج المباحثات من مأزقها المزمن أما المرجعية الوحيدة للتفاوض فهي المصلحة الوطنية السودانية مطلب يؤكد عليه مجلس السيادة توافق في الرؤاحية للسد يجمع رئيس المجلس عبدالفتاح البرهان ورئاسة المصرية توافق بدى جلياً في اجتماع ثنائي حديث قراءة هذه المقاطعة لا يمكن أن تتم بمعزل عن الخريطة السياسية في السودان خريطة تغيرت ملامحها كثيراً في الأشهر القليلة الماضية بدءاً من توقيع اتفاق جوبا مطلع أكتوبر الاتفاق الذي طوى عقوداً من النزاع على أمل إرساء دعائم السلام في البلد المنهك سياسياً واقتصادياً وليس انتهاءاً باتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما في الشهر ذاته عقب اتفاق آخر مع الولايات المتحدة على شطب الخرطوم من لائحة الدول الرعية للإرهاب خطوات حثيثة تمضي بها الحكومة الانتقالية لانتشالها من أزمة اقتصادية ودين خارجي ثقيل منافع اقتصادية أخرى ترجوها الخرطوم من سد النهضة سد النهضة الاثيوبي العظيم هو مشروع نعتقد أنه يحمل وعداً كبيراً ليس فقط للخرطوم وأديسابابا بل للدول الثلاث اثيوبيا ومصر والسودان هنا فوق المرتفعات الشمالية الإثيوبية نصبت أديسابابا سدها العظيم عام 2011 ومن هنا أيضاً تتدفق 85% من مياه الليل تشغيل السد ليعمل بكامل تقته يعني للخرطوم تمكين سدودها من توليد كهرباء إضافية فضلاً عن شراء كهرباء رخيصة ونظيفة من إثيوبيا أديسابابا تمض الخرطوم منذ عام 2013 من المتوقع أن ترتفع لتبلغ أكثر من 1100 عقب اكتمال السد مقطعة السودان للمفاوضات ربما تسمح له بالمناورة لضمان صقف أعلى من الفائدة فائدة تمتد لتشمل أزمة تؤرق السودانيين مع حلول موسم الخريف سنوياً أزمة أودت بحياة أكثر من 100 شخص وشردت 100 ألاف آخرين قبل نحو شهرين تشغيل سد النهضة من المتوقع أن يحتجز قرابة 17 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق ما قد يعود بالنفع على السودانيين ويحد من الفيضانات المدمرة لكن تشغيله دون اتفاق ملزم للأطراف الثلاث قد يؤثر سلباً في العمود الفقري لشبكة الكهرباء القامية في السودان سد روسيرس بين المنافع والمخاوف يسير السودانيون فوق حبل مشدود لضمان حصتهم من مياه النيل دون البقاء تحت رحمة سد النهضة وقبل بدء نقاش الرابط هذا الآن تذكير بسؤالي ما هي العوامل والدوافع التي تقود السودان إلى تصايد موقفه في هذا التوقيت بالذات بشأن سد النهضة وهل التصايد خطوة استباقية لفرض أجندة أو شروط تتعلق بأمن الطاقة والأمن المائي مع بدء النقاش ينضم إلينا من القاهرة عبر الأقمار الاصطناعية الدكتور عماد جد عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري من الخرطوم يرفقنا عبر الأقمار الاصطناعية رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة التنمية السودانية سابقا دكتور عبدالله الرمادي أبدأ معك دكتور عبدالله من الخرطوم لأسأل ما الذي دعا السودان إلى هذا التصايد في الموقف الآن وبالذات وعلى لسان عسكري ليس مدني بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك وأعبرك إلى مشاهديك وحقيقة ظلت أثيوبيا في تحدي مع دولتين مصابة السودان ومصر دون الاهتمام بأن تستصحب آراءهم معها حقيقة وهذا ينبغي أن يتم عبر جهد مشترك وموافقة مشتركة فاستفردت ببدء الملء الأول أحاديا دون أن تكمل بعض الأشروط التي تم الاتفاق عليها مسبقا وهي التأكيد لهاتين الدولتين من سلامة هذا السد مستقبلا وأنه قد أجريت من الدراسات ما يكفي من شركان متخصصة بحيث أنه تضمن يعني هاتين الدولتين سلامة مواطنيها والأكثر تضررا إذا ما حدث انهيار لهذا السد أثيوبيا لن تتضرر بشيء يعني جمهورية مصر العربية قد تتضرر لكن ليس بالحجم الذي سوف تضرر به السودان يعني يكاد يكون نصف السودان سوف تغمره المياه في حالة انهيار هذا السد بعد ملئه يعني وهذه كمية يعني ضخمة جدا من المياه وسوف يعني تروح فيها أرواح وأعداد كبيرة جدا من البشر دعني أردعي ضيفنا الثاني من القاهرة دكتور عماد جادو أن أسأل أيضا ما القادح لهذا المتغير في الموقف السوداني والبرهان كان في مطلع هذا الشهر في أثيوبيا والأمور كانت تجري بهدوء ليس هناك من مفاجآت من قبل يعني في الحقيقة رغم أن مصر والسودان هم دولتين مصب إلا أن الموقف السوداني كان منذ بداية أزمة سد النهضة كان يتسم بالهدوء وكان يطرح نفسه على أنه الوسيل يعني الذي يقرب ما بين الموقفين الأسلوبي بين الموقفين الأسيوبي والمصري وكانت الأزمة بادية أنها ما بين مصر وأسيوبيا والسودان دائما ما كانت تلطف الأجواء وتدعو للتفاوض أتصور أن هذا الأمر أدى بالذات بعد فوز أبي أحمد بجائزة نوبل السلام أعطاه قدر من عدم المبالاة وبالتالي قرر في أن يسير في موضوع السد دون اتفاق ملزم حتى حينما رعت الولايات المتحدة الأمريكية مفاوضات ذهب الوفد السوداني والمصري في فبراير من العام الحالي ولم يأز بالوفد الأسيوبي ولدرجة أخرجت الرئيس الأمريكي نفسه من صبره وقال في اتصال مع رئيس الوزراء السوداني حمدوك قال أنه ربما الموقف الأسيوبي ربما يدفع مصر إلى ضرب السد كل هذه الأمور تحدث ثم حدث بعد ذلك أن الجانب الأسيوبي بدأ يدخل في مواقف متشددة للغاية ويناور ويراوغ وأدرك السودان أنه سيكون ضحية بالفعل كما تفضل ضيفك الكريم من الخرطوم بالفعل السودان لا قدر الله في حال انهيار السد سيكون الضحية الأولى أكثر من أسيوبي وأكثر من مصر بكثير وبالتالي من حق السودان أن يضمن سلامة الإجراءات سلامة البنية الأساسية كيف يمكن إدارة السد وأن يشارك في هذه الإدارة أما مسألة الاستفادة من يعني ما ينتج عن السد من كهرباء دكتور جيد في هذا السياح وأمور من هذا النوع أتصور لو سمحت لي أن أتفاعل معك ومع ضيفنا من السودان لماذا الإصرار على هذه الفرضية فرضية أن ينهار سد النهضة وهو ينجز بأياد علماء وخبراء أيضا هناك رأي آخر في السودان في علاقة بالفايضانات الأخيرة يقول لو لم يكن هناك سد النهضة كان يمكن أن تكون الكارثة كارثة الفايضانات أكبر على السودان ما رأيك؟ يعني أنا أتصور أن المسألة هو من حق مصر والسودان أن يطمئنا إلى سلامة البنية التحتية هناك كلام كثير نسمعه المشكلة تأتي من عدم تعاون الجانب الأسيوبي في تقديم كل ما له علاقة بالجوانب الفنية الإنشائية نحن لا نقول أن السد سينهار لا توجد فرضية أنه سينهار لكن من حق مصر والسودان أن يطمئنا إلى سلامة البنية الإنشائية وأن يشاركها في إدارة السد وأن يكون هناك اتفاق ملزم لجميع الأطراف لا توجد دول لها مصالح مصيرية مثل الموارد المائية والكهرباء وغيرها تترك الأمور لدولة واحدة تتصرف بشكل منفرد وتقول اطمئنه السد سليم نحن لا نشكر في السد هذا مفهوم من حق مصر والسودان نعم خصوصا أن السودان وهو بلد مصب مهم يعاني من ندرة مياه الشرب وهذه مفارقة رغم الفائضانات وما شابه مثل مدينة القدارف السودانية شهدت احتجاجات متواصلة ومتفرقة لندرة مياه الشرب مدير التوزيع في هيئة مياه ولاية القدارف المهندس بدوي جلابي آدم طمأن مواطني الولاية بانتظام الإمداد المائي في فترة لا تتجاوز العشرين يوما خبر كهذا في الحقيقة يكشف عن هشاشة البنية التحتية المائية في بلد يشقه أو مشاطئ لنهر النيل أعود إليك ضيفنا من السودان لأسأل دكتور عبدالله من هناك هذا الوضع المائي السوداني هل هو الدافع الأصلي لمثل هذه الحماسة أو هذا التصعيد في المواقف هل للمتغيرات مؤخرا كالفيضانات وما يجري في قليم تيجراي وأمواج النازحين من أثيوبيا إلى السودان ورقة أثرت أم أن الأمر مستبعد والربط لا يستقيم هذه الأشياء وهذه الطورات الأخيرة فيما يتعلق بالأزمة في قليم تيجراي لا أعتقد أنها هي مؤثر رئيسي في الموضوع وإنما كما تفضل ضيفكم الكريم من القاهرة أن إصرار الجانب الأثيوبي بعناد شديد على عدم الالتفات لإيفاء بالشرطة الأساسية بسلامة هذا السد في المستقبل والموضوع ليس مزحة هذا مصير قرابة نصف الشعب السوداني بالنسبة للسودان هذا موضوع عام للغاية هذه المياه إذا انكسر السد وانهار سوف تأمر مساحة كبيرة جدا وأعداد كبيرة من المدن ومن البشر ومن البنى التحتية وخلافه يعني لا بد من طمعنة يعني الدول المصاب ولها السودان لأنه هو الأكثر تعرضا مثل هذا الخطر إذا حدث فلماذا تحجم أثيوبيا وترفض يعني طمعنة هذه الدول هذا واجب عليها وتسعى منفردة وهذا العناد والإصرار بأن تبدأ الملء بقرار أحادي من قبلها يعني هذا في تقديري خطأ كبير جدا هو الذي حدى بالتدخل لكن أليس الصمت على بداية البناء منذ 2011 صمت المعنيين والجيران هو الذي شجع أدس أبابا على المضيء أبعد في موضوع السد واحتكار القرار والبنية التحتية ومعايير السلامة وما شابه عفرس السؤال لي أنا نعم لم أسمعك كنت أسألك عن أن صمت البدايات أو صمت الجيران المعنيين لو ترفع الصوت قليلا يعني صمت المعنيين مصر والسودان عن بداية مشاريع البناء في 2011 ألا يكون ساعد أثيوبيا على التمادي في احتكار القرار في أمر يمس كل الدول دول المصب ودول المنبع بالنسبة للنيل أنا في تقديري أنه يعني المنطقي كان على الجانب الأثيوبي أنه يحاول أن يشرك معه الشركاء في هذا الأمر وحقيقة المتضررون أكثر المتضررين من هذا وهما السودان أولا ثم جمهورية مصر العربية ولكنه لا يفعل لأنه لا يتضرر بشيء إن حدث هذا فهذا بالنسبة للسودان يعني نقطة هامة جدا ولا بد من التأكد منها لأنه كما ذكرت الموضوع لو حدث وإنهار فالتدمير للسودان سيكون فوق التصور يعني حقيقة فكرنا هذا لذلك أليس موضوع طمأنة فقط وإنما هو الصراع على الموارد المائية والطاقة المائية والكهرمائية ما رأيك لا أسمع السؤال أرفع لي صوتك والله رفع صوتي إلى أقصى حد ممكن وأنا لا أحب الصراخ دعني أذهب لضيفنا من مصر ريث ما يتم ربما تأمين نوعية صوت أفضل دكتور جاد ودت أن أسألك أيضا أليس الأمر في النهاية ودون مواربة هو صراع اقتصادي بالأساس على الموارد الطاقية والموارد المائية صحيح لكن خليني أجاوب على حضرتك في الجزء الخاص بلماذا استغلت أسيوبيا المسألة منذ 2011 أنت تعلم حضرتك تعلم أن مصر تعرضت لإضطرابات شديدة في 2011 أدت إلى فوضى شاملة إن كفأت مصر على ذاتها وخلينا نقول أنه في نفس الوقت كان هناك نظام حكم في الخرطوم لا ود بينه وبين القاهرة هو جزء يعني الرئيس وجماعته كانوا جزء من جماعة الإخوان المسلمين وكان يحمل عداء للقاهرة وربما حصل تواصل ما بين السودان وأسيوبيا في ذلك الوقت في ظل حكم البشير بحيث أن كانت هناك وعود أسيوبية للنظام الحكم السابق في السودان بأنهم سوف يحصلوا على كل شيء لدرجة أننا كنا نتابع بقلق بالغ هذا التقارب الأسيوبي السوداني على حيث بالقاهرة ربما تبني السودان في فترات كثيرة نفس وجهة نظر أسيوبيا بحيث بدت مصر بمفردها وبالتالي أتصور أنه تغيير نظام الحكم في السودان والإطاحة بالبشير إضافة إلى التطورات في العلاقات السودانية الأمريكية والتحرك لرفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب وأيضا الحديث عن بداية علاقات سودانية إسرائيلية إضافة إلى تورط آبي أحمد في نزاع إقليمي مع جزء من شعبه يعني هذا الرجل الذي حصل على جائزة نوبل للسلام يقصف شعبه بالطيران وشعبه يفر إلى السودان والسودان ليس لديه ممكنات للإستضافة وبالتالي صورة آبي أحمد حتى حينما أراد مجلس الأمن أن يعقد جلسة اعترض آبي أحمد رئيس الوزراء الأوسيوبي على هذه الجلسة إذن هو بدأ أمام العالم على أنه ليس بالرئيس الديمقراطي ليس بالرجل الرغب في التعاون الإقليمي سقوط نظام البشير حرمه من تنصيق كان يأتي على حساب مصر وبالتالي نستطيع أن نقول أن صح زي ما حضرت تفضلت أنه أبعاد اقتصادية وطاقة لكن قبل ذلك القضية قضية أمن قومي على أوسيوبيا أن تطرح الهياكل الإنشائية وتستعين بخبراء من مصر والسودان يشاركوا في مثل هذا الأمر ويكون هناك اتفاق ملزم لبناء الساد وأن ينطبق عليه ما ينطبق على الأنهار الدولية وبالتالي أتصور أن أمور كثيرة تغيات إقليمية ودولية هي التي أدت إلى هذا التغير في الموقف السوداني وأحسبه بالأساس إلى السورة التي حدثت في السودان ورحيل نظام البشير وأيضا تورط أبي أحمد في حرب أهلية بقصف أهل تيجري مجرى في قيمة تيجري بالطيران وبالسواري يحارب جزء من شعبه نعود لنلقي نظرة الآن على السودان وموارده صحيح أن موارد السودان كثيرة لكن الأمن المائي السوداني يخضع في الحقيقة لتهديدات عدة بعضها طبيعية وأخرى بشرية نتابع كل هذا في هذا التقرير ونعود لنتابع النقاش في السودان موارد مائية كثيرة لكن الأمن المائي هناك مهدد كما تقول وسائل الإعلام في البلاد النمو السكاني المتصاعد أحد المسببات نمو لا يتناسب مع ما هو متوفر ما يعني حاجة ملحة لتحقيق الاكتفاء الموارد متوفرة إذن لكن لا تتوفر في السودان خبرات وكوادر بشرية تعي كفية التعاطي مع هذه المصادر وتنميتها والتخطيط لإدارة الموارد الحالية والمستقبلية عوامل مناخية مختلفة تهدد أمن السودان المائي أبرزها تدني معدلات هطول الأمطار والتقلبات المناخية غير المتوقعة السياسات الاقتصادية المتبعة تقلل أيضا من إمكانية استفادة إيجابية من موارد المياه لا سيما في مجال الزراعة السودان ما زال يعتمد على الري الفيضين السيقاية والذي يتطلب كميات كبيرة من المياه لا يوجد في السودان قوانين محلية تحدد آليات استخدام المياه وتوزيعها حتى على الصعيد الدولي باتت القوانين المعتمدة بخصوص حوض النيل محل خلاف وجدل السنة افتقاشي مع دكتور عبدالله من الخرطوم يصر البعض لأنه الخلاف اقتصادي منطلقاته وحتى أهدافه في الحقيقة ولا يعد أن يكون على الموارد المائية والموارد الطاقية وما يخص الأمن القومي في موضوع الأمن المائي ألا يغفل مثل هذا التأكيد جوانب مهمة في علاقة بالإقليم ككل والعلاقات المتوترة وحتى ما يجري في الجبهة الأتيوبية الداخلية في هذه اللحظة وصلك صوتي أم أساعد الصوت أكثر يبدو ثمة إشكال في إيصال صوتي وسؤالي إلى الخرطوم عن المسافة ليست بالطويلة في الحقيقة هي نفس المسافة مع القاهرة أعود إلى القاهرة لأسأل نفس أسوار وما طريق الصوت سالك أكثر إلى القاهرة دكتور جاد نفس هذا الإصرار لدى البعض في توصيف الجانب الاقتصادي وحصر كل الدوافع فيه وهناك من يضيف عليه بأن السودان استغل ورقة الجبهة الداخلية الأثيوبية الهشة الآن أو التي ينقصها التماسك الوطني مثل ما كانت مصر في لحظة فارقة من 2011 هل أن التاريخ أعاد نفسه تقريبا؟ يعني طبعا لا ننكر أن الموضوع بالأساس هو موضوع توزيع الحصص المائية لأن أسيوبيا بدأت من البداية برفض الأطراف بالاتفاقات السابقة وقالت أنها وقعت من جانب الاستعمار وبالتالي ينبغي عليها إعادة النظر وأنها تريد تنمية اقتصادية وتريد الحصول على بل أنها وصلت إلى درجة أن ألمح بعض الأسيوبيين إلى أنه إذا كان العرب يبعون النفط فلماذا لا نبيع لهم المياه يعني هكذا وصل التصور إلى لحظة يعني إلى أفكار غريبة للغاية رغم أن الأنهار الدولية لها قوانين تحكمها هي استغلت الأوضاع في مصر كما قلت واستغلت الأوضاع مع العلاقات المصرية السودانية في عهد البشير وصارت في الطريق مع تغير النظام في السودان ومع الاضطرابات في أسيوبيا يعني لا ننسى أن أسيوبيا ليس لها سنة دولي حتى الإدارة الأمريكية التي بزلت جهودا ضخمة وأحضرت البنك الدولي وأحضرت وزير المالية الأمريكي كان يتابع هذه الأنشطة والمفاوضات وكانت هناك يعني جلسة للتوقيع في فبراير الماضي رفض الجانب الأسيوبي أحضرت وكما أشرت أن الرئيس المنتهي أولاياته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني على الهواء مباشرة وفي حديث مع رئيس الوزراء السوداني حمدوك قال أنه لا أحد يلوم مصر إذا ما أقدمت على ضرب السد وبالتالي القضية هي بالفعل قضية أمن قومي يتعلق بأمان السد يتعلق بتدفق المياه إلى السودان من مصر أفضل من مصر تعتمد بنسبة تصل إلى 95% على ميات نهر النيل السودان لديها موارد مائية اسمح لي بالمقاطع يبدو أن ضيفنا من السودان صار يصيله صوتنا بشكل أفضل دكتور عبدالله هل تسمعني بشكل جيد الآن نعم أسمعك أعفيتني مؤونة الصراخ شكرا ودت أن أسألك عن المعطيات الدولية والمتغيرات الإقليمية إلى أي حد لعبت دورا التقارب الأمريكي السوداني مثلا رفع اسمه من قائمة الإرهاب وعود التطبيع وأحاديث التطبيع أيضا المتغير المهم في البيت الأبيض ومجيء بايدن أم هذه أمور تبقى ثانوية في علاقة بأسئلة الأمن القومي والأمن الاقتصادي السوداني أجبها السودانية الداخلية وتكتبها أكثر اليوم نعم هو حقيقة يعني ليس من الحكمة ولا نستطيع منطقيا أن نستبعد أن نتغيير الظروف السياسية بالنسبة للسودان في علاقته مع الولايات المتحدة الأمريكية والأخير وكل هذه الأشياء والتطبيع يعني هذه عوامل أكيد قوت موقف السودان مما كان عليه في الماضي نعم ولكن يعني يبقى تبقى الحقيقة هي أنه يعني العناد غير المنطقي من الجانب الأثيوبي والاستفراد بأن يعني المياه الإقليمية والمياه الدولية ومنها مياه النيل الأزرق يعني ليست ملك لدولة واحدة طيب ما سبب هذا العناد الأثيوبي إذا سألتك بإجاز قوة عسكرية ضاربة أم حق بالقانون الدولي أم سياسة الأمر الواقع أم ماذا أنا أخير أنه صلف سياسي صلف سياس وحقيقة يعني نعم وليس أكثر من ذلك لأنه ليس لديه القوة الضالبة أكثر من السودان ومصر مجتمعتين نعم طيب دكتور سنقلب مآلات الأزمة والسيناريوات الممكنة في ذو هذا التصعيد في الموقف السوداني على لسان القائد المجلس السيادي السوداني وهو عسكري بالأساس أطلب منكم ضيفينا الكريمين مشهيني العزاء تفضل بالبقاء معنا فاس القصير نعود بعده لنسأني في حوار الرابط اشتركوا في القناة هذا كل ما تحتاجه الجلسة الأولى مؤشرات الشرق من الأحد إلى الخميس في الأوقات التالية على الشرق عبر قناة الشرق سنلتقي مجدداً هذا عبدالله اليحين ضمن الدهون مادة شريرة لكنها هي الحياة نحتاج للدهون حتى نحتفظ بالسعرات الحرارية الإضافية حتى نستخدمها في المستقبل لتغفق قلوبنا ولتعمل أدمغتنا وما تعلمناه على مدى العشرين سنة الماضية هو أن خلايا الدهون ليست مجرد أعطاء تخزين هل نتحكم بالدهون؟ أم الدهون تتحكم بنا؟ أسرار الدهون والسنة غداً 11.30 بتوقيت السعودية على الشرق تشاهدون بعد قليل جلسة المساء مع زينة صوفان على الشرق أهلاً بالجميع مجدداً رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق عبدالفتاح البرهان دعا لإعتبار المصلحة الوطنية المرجعية الوحيدة للتفاوض بشأن سد النهضة وطالب البرهان بأن يحفظ أي حل الأمن والاستقرار الإقليمية ويؤمن التعاون الإيجابية بين السودان ومصر وأثيوبيا هذا بدكتور عبدالله مرة أخرى في الخرطوم لأسأل عما يخسره السودان في علاقة بالموارد المائية والمالية والمكاسب الاقتصادية إذا ما واصلت أثيوبيا في هذا في الذي أسميته بالصلف السياسي والعناد غير المبرر اقتصاديا هو حقيقة فيما يهمنا الآن وهو الموضوع المخاطر التي يمكن تنجم عن انهار هذا السد فيما لو حضس لا صمح الله ذلك ولكن فيما يتعلق بما هي الفوائد التي يمكن يجنيها السودان إذا تم كل شيء بالطرق القانونية الدولية وبعض التأكد من سلامة السد وأيضا ينبغي أن يكون هناك تعويض إذا حدث لا سمح الله هذا هل تستطيع أثيوبيا أن تعويض السودان على نصف سكانه ونصف البنى التحتية لديه دكتور لماذا تصر على فرضية الانهيار هل هي واردة إلى هذا الحد كل شيء وارد كل شيء وارد وهناك من المعلومات ما هو أنه ربما هذه القواعد والأرضية التي بني عليها يعني قد تتصدى في يوم الأيام لماذا لا يتم التأكد من هذا حتى يطمئن السودان لأن النتيجة ستكون كارثية إذا حدث فلا بد من التأكد مئة بالمئة هذه نقطة هام هذا السيناريو الأسود تحدثنا عنه طلبت منك أن تحدثنا عن خسائر السودان زراعيا ومائيا وطاقيا أيضا في ظل هذا الوضع الراهن الذي تصر عليه أدس أبابا دكتور عبد الله ماذا يخسر الخرطوم حاليا يعني هو فيما يتعلق بالمياه هو السودان سيكسب سيكسب كثير جدا حقيقة إذا كانت هناك في تأكد من سلامة السد والاحتبارات كثيرة وسوف تدخل مساحات كبيرة جدا بعشرات الملايين من الأفدنة أي الهكترات في المساحة الزراعية القابلة للزراعة في السودان بأراضي يعني ظل يغمرها زمن طويل وهذا فيه فوائد كبيرة جدا السودان الآن يخسر لأنه ضفتي النير الأزرق لا يستفيد منها السودان كثيرا لأنه نهر جامح نعم وجموحه يأتي فيه ارتفاع الفيضان ومعدلاته سنويا وحتى أنه المواطنين على ضفتي النهر يبتعدون بمبانيهم ومدنهم وقراهم على مسافات بعيدة وتترك الأرض ولا يمكن زراعتها حتى فليس من هذا الناحية وجود هذا السد أكثر فائد للسودان كما يرجح بعض الخبراء حتى من السودانين لو قام السد لو قام السد فإن هذا الجموح يعني سيحد منه ويتقل حدته ويمكن الاستفادة من المساحات الكبيرة جدا من الأراضي الزراعية الخصبة جدا على ضفتي النير النهر الأزرق وهذا كسب كبير جدا للسودان ما في كلام وهناك أيضا فوائد كبيرة هذا سيدخل مساحات كبيرة جدا في الرقعة الزراعية السودانية يعني هذا إذا تم بعد التأكد من سلامة السد نعم وهناك فوائد أخرى جانبية يعني هذا الطمئة الذي تجمع تجمع على مدى السنين يعني هذا يحمي الكميات غير قليلة من الذهب وهذا لا يحتاج إلى تنقيب حفروة ولأخره يعني أن تجرف هذه الرمال وتغربلها ويستخرج منها الذهب وهذه قد تكون كميات كبيرة جدا على مدى يعني النهر النيل الأزرق ونهر النيل أيضا الرئيسي أيضا انحسار يعني بحيرة النوبة وهو جزء من بحيرة ناصر الذي يقع داخل السودان اسمه بحيرة النوبة هذه أراضي بدأ مع الملأة الأول يعني تنكشف بعضها وتظهر الآثار منها هذه آثار قيمة جدا في منطقة النوبة فهذه منطقة سياحية أيضا هناك ترسبات لأطماء عبر السنين منذ الستينات منذ أن قام السد العالي نعم وهذه أيضا يمكن الاستفادة مما بها في موضوع الكهرباء النظيفة هل السودان مستفيد أيضا إن تم التسوية باتفاق ملزم كما تطالب الخرطوم هذه من الأشياء غير المطمئنة أيضا من الجانب الأثيوبي هو يتهرب حتى الآن نعم في الدخول في اتفاق أو تفاوض مع الجانب السوداني بخصوص الكهرباء وعلى أي أسعار وأي كميات فهذه نفسها مدعاه للشك في نوايا الجانب الأثيوبي نعم جيد أعطي المجال لدكتور جاد باقتضاب لتعلق على هذه النقاط السودان قد يكون مستفيدا من مشروع السد هل يمكن إذا ما تم هذا التقارب الذي تخشاه القاهرة أن تحدث تسوية ما بين أديس أبابا والخرطوم على حساب القاهرة أم هذا الأمر غير وارد وغير مطروح لا في الوقت الحالي صعب يعني لسبب بسيط لأن المشترك ما بين السودان ومصر كبير يعني حضرتك لا ترغب في التوقف كثيرا أمام فكرة انهيار السد ببساطة نحن لا نتمنى انهيار السد ولا نتوقع انهيار السد لكن ليتمئن قلبي بمعنى أن هذه الدول تريد أن تطلع على السلامة الانشائية للسد وتشارك في إداراته لأنه لا يخص أسيوبيا بمفردها وإنما يخص السودان ويخص مصر يؤثر جدا على السودان ربما في ظل النظام البشير كان هذا الرهان أن البشير نكاية في مصر بالذات بعد 2013 تقارب مع الجانب الأسيوبي وكان يتبنى الجانب الأسيوبي بدون حسابات المصلحة الوطنية السودانية يعني إذا مصر بالنسبة لنظام البشير كان له الأولوية على العكس النظام السوداني الحالي الذي يرفع شعار المصلحة السودانية كمرجعية وحيدة في أي تفاوض نعم مصلحة السودان هي نفس مصلحة مصر يعني مصر لا تتمنى أن ينهار السد فتغرق نصف الأراضي السودانية ويطول مصر جزء من المسألة النقطة الثانية أن مصر تريد توزيع حصص عادلة هذا النوع من المشكلات يحل من خلال في العلوم السياسية هناك نظرية ما بين زيرو سام جيم أي واحد يستفيد والباقي لا يستفيد وبين زيرو سام جيم الجانب الأسيوبي للأسف الشديد على مدار السنوات الماضية لعبها مباراة سفرية أي أنا أحصل على الكل والباقي يتفلق أو يغبط دماغه في الحيط وكان بيساعده في دوة نظام البشير الآن الوضع اختلف لأن هناك خمخاطر هناك تحديات أيضا سياسة أبي أحمد الداخلية جعلته يخلق مشكلة لاجئين هي مشكلة للسودان السودان الآن بإجاز شديد دكتور جاد فيما تبقى من وقت وقبل أن أختم لو سمحت لي بإجاز شديد ودت أن أسألك وأسأل ضيفنا من الخرطوم عند المآلات الممكنة للأزمة هل المواجهة العسكرية مطروحة أم مجرد تصعيد كلامي لإعلاء صخف التفاوض بإجاز يعني أنا أستطيع أن أقول أن الخيار العسكري غير وارد بالنسبة لنا مع أثيوبيا لكن الخيار العسكري الدول تمتلك جيوش لأنها ملجأ أخير للسودان مع أثيوبيا إذا ما خاشل تقول للطرق مصر لا قد يطرح يعني أتصور حتى يعني حضر يسألني أنا نعم بإجاز سيناريو الحسم العسكري يعني أنا أتصور أن أنا أتصور يعني لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل وأنا رجل مدني لكن أتصور أن هناك مناورات جوية مصرية سودانية ماذا تعني هذه المناورات نعم نفس السؤال لضيفي من الخردون دكتور عبدالله ومعه يجب أن أختم في عشرين ثانية الحسم العسكري وارد أم غير مطروح بالمرة لا أعتقد أنه يعني في هذه المرحلة نستطيع أن نقول أنه وارد حقيقة يعني وأأمن ألا تضطر يعني الدول إلى لجوء إلى الحسم العسكري من الخرطوم لابد أن أشكر سيد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام المؤسسة التنمية السودانية سابقا دكتور عبدالله الرمادي عذرا للمقاطع أشكر من القاهرة أيضا دكتور عماد جهد عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري شكرا لكم قبل ختام الرابط هذا التذكير بسؤالي ما هي العوامل والدوافع التي تقود السودان إلى تصعيد موقفه في هذا التوقيت بشأن سد النهضة هل التصعيد خطوة استباقية لفرض أجندة أو شروط تتعلق بأمن الطاقة والأمن المائي نقاش الرابط انتهى إلى أن عدم المشاركة والأحادية من قبل أثيوبيا هي من أسباب تصعيد السودان لموقفه التحرك السوداني يسعى إلى حماية مصادر أمنه الماء والقوم ومصادر الطاقة من خلال الوصول إلى اتفاق ملزم لكل الأطراف ختام الرابط للليلة إلى اللقاء